الدراسات مستمرة لإيجاد أفضل الوسائل في مكافحة كورونا دراسة جديدة تبدو وعدة في المساعدة على رصد الفيروس والتصدي لبؤر تفشيه بالاعتماد هذه المرة على مياه الصرف الصحي ويقول الخبراء في المجال المعروف باسم وبائيات مياه الصرف إن هذه الآلية يمكن تطبيقها في مختلف دول العالم للمساعدة في رصد انتشار كورونا محليا مما سيقلل من الحاجة لإجراء فحوص واسعة الدراسات الأولية المصغرة التي أجرتها فرق علمية في هولندا وفرنسا وأستراليا وأماكن أخرى وجدت دلالات على إمكانية تتبع الفيروس الناجم عن الإصابة بكورونا في مياه الصرف ويشير هذا تطور إلى أنه يمكن على نطاق أوسع تحليل عينات مياه الصرف الصحي في منطقة جغرافية محددة دون الحاجة لعمل اختبارات لكل شخص ويؤكد العلماء الذين يجرون الأبحاث الأولية على مياه الصرف الملوثة بكوفيد-19 في أوروبا وأستراليا على أن ما يستخرجونه ليس فيروس معدياً لكنها جزئيات ميتة أو أجزاء من المادة الجينية للفيروس غير ناقلة للعدوى وصبق استخدام هذا الإجراء لرصد المخاطر الصحية والأمراض الفيروسية سابقاً وهو أداة فعالة في الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال ويأمل الباحثون أن تكون مراقبة آثار الفيروس بصرف الصحي وسيلة ناجعة لرصد بؤر الوباء لحصرها وفصلها عن بقية المناطق للحد من تفاشي الفيروس ترجمة نانسي قنقر